تركيا بدأت بالفعل باستلام منظومة صواريخ S-400 الروسية ما ترك مراكز القرار في الولايات المتحدة في حالة وصفت بالتخبط لاتخاذ الخطوات القادمة نبحث في خيارات واشنطن وهل ما إذا كانت أنقرا ستسعى للحلول الوسط أم للمزيد من التصعيد أهلا بكم أبرمت الصفقة بعد طول انتظار أخيرا شحنات منظومة S-400 الروسية للدفاع الجوي تصل تباعا إلى تركيا لتكسب بقعة ثمينة خلف أسوار حلف الناتو والذي بني تعقيدته القتالية على المواجهة مع روسيا اتجاه الأتراك شرقا للتسلح قبل بالاستهجان غربا من الحليف القوي واشنطن والتي حذرت أنقرا مرارا من أن اقتناء صواريخ S-400 سيجر عليها عقوبات أمريكية تشمل استبعادها من صفقات سلاح مهمة وعلى رأسها المقاتلة الشبح F-35 التي تعاول تركيا عليها لتعزيز قدراتها الهجومية فهل تزيد صفقة السلاح الروسية العلاقات الأمريكية التركية توترا على توتر وما هي ملامح العلاقة المستقبلية بين تركيا وحلف الناتو في ظل استعانتها بسلاح غريمها التقليدي إلى أنقرا تصل المزيد من شحنات منظومة الدفاع الروسية S-400 القادمة من عدو صابق صار جارا صديقا يستعان بها حين ابتعد الحليف الأمريكي القديم ونأى وذاك الحليف بذا أنه فضل أن يلود بالصمت ويمتنع حتى اللحظة عن التعقيب على صفقة سلاح خرقت المحظور الخطوة التركية لا تبدو في تصور البعض موقف المضطر الباحث عن سد ثارة في دفاعاتها بل هي خيار العارف بتحولات المنطقة لابد معها أن تتغير الأحلاف وتعاد الحسابات وقد صار التوجس سلوكا مقيما في علاقة واشنطن بأنقرا وتلك علاقة اشتبكت في أكثر من قضية وملف تقول تركيا إن لها مصلحة وغاية وتتكئ على وقائع فيها كثير من بواعث القلق فالولايات المتحدة في الصراع الدائر في الشمال السوري هي الأقرب إلى الأكراد غير عابئة بمخاوف أنقرا وأنقرا دبرت لها أيضا محاولة انقلابية قبل ثلاث سنوات ترتاب دورا أمريكيا خفيا فيها أما واشنطن المرتبكة من الصفقة فيتنازعها رأيان أحدهما يدفع بفرد عقوبات قاسية وإيقاف التعاون العسكري مع أنقرا وحرمانها من صفقات السلاح وهناك أيضا رأي آخر يرى الاندفاع لتوتير العلاقات مع تركيا خادما للغريم الروسي يحقق هدفه المواربة في إحداث شروخ بحلف الشمال الأطلسي ويعلق القائلون بهذا الطرح الرجاء على ضعف فاعلية منظومة دخيلة استجلبت من خارج الحلف لا تتصق مع تقنياته العسكرية فلا خيار أمام واشنطن يضيفون إلا التريث واستدراك الأسباب التي نأت بتركيا عن حلفهم ذاك وبعض من ملامح ذلك الطرح قرأ في تصريح الرئيس الأمريكي أمام نظيره التركي خلال قمة العشرين التمس ترامب لأنقرة عذرة وعاب على سلفه أوباما منع بيعها منظومة الباتريوت الدفاعية فيما بدأ أنها رغبة في تخفف الرئيس الأمريكي من ضرورة مواجهة الخطوة التركية بحزم العقوبات وفي غمرة هذا التوتر الأمريكي التركي يبدو الروس في موقع المنتفع من سوق سلاح رابحة مشرعة للتنافس ولشرخ الأحلاف ونبحث هذا الملف مع ضيوفنا من إسطنبول أرحب بالدكتور سامير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول ومن واشنطن الأستاذ بشار جرار الكاتب والبحث السياسي ومن موسكو الأستاذ أندري أونتيكوفا الصحفي الروسي وأبدأ معك دكتور صالحة ذهبت بعض القراءات للقول بأن الأمر يتعدى مجرد شراء منظومة صواريخ من روسيا لربما نقل التحالف من واشنطن باتجاه موسكو ما رأيك بهذه القراءة؟ وهل واشنطن محقة للقلق من هذه النقطة تحديدا؟ مساء الخير للجميع أولا هذا السؤال في ثلاث جزئيات أساسية برأيي كلها في غاية الأهمية النقطة الأولى أشار إليها اليوم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عندما قال أنه لا رغبة لدى أنقرة بتغيير سياساتها وتحالفاتها مع الغرب بعد تسلم هذه الصواريخ هذه نقطة أولى نقطة ثانية نعم واشنطن من حقها أن تنزعج وتقلق لأن أنقرة لم تصغي إلى الكثير من ما قيل في قبل الإدارة الأمريكية بالتريث أو التراجع أو تغيير سياستها في هذا الملف وصلت الصواريخ النقطة الثالثة والأهم هي أن الكرة الآن برأيي هي في ملعب الإدارة الأمريكية أنقرة تسلمت الصواريخ والإدارة الأمريكية الآن كيف سترد هل ستذهب بمرحة تصعيد أم ستعتمد لغة أكثر هدوءا كما نتوقع نحن هنا في تركيا نعم طيب أتحول لك أستاذ بشار جرار يعني في الوقت الذي يميل فيه البنتاجون لتجديد العقوبات على أنقرة أو للتشدد حيال الرئيس رجب طيب أردوغان ترامب يبدي تفهما لدوافع تركيا لشراء منظومة الصواريخ هذه فهل هذه الحالة من التناقض بالمواقف هي التي تؤجل اليوم القرار الأمريكي حيال هذه الصفقة قراءة موفقة سيدتي الفاضلة ولكن الفارق بين موقف أو كما يبدو بين موقف ترامب والبنتاجون هو الفارق بين ترامب والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة المؤسسات العسكرية من حيث أن معارضة ترامب أو تفاهم ترامب الذي أبداه في أوساكا هو ينطلق من معارضه لكل شيء قم به أوباما وهو بالتالي سجل نقطة إضافية ضد أوباما فيما يتعلق في هذه الغلطة الاستراتيجية العسكرية بمنع حليف كتركيا مهم في النيتو من امتلاك المنظومة الصاروخية الدفاعية الأمريكية ولكن في المقابل الذي يقول ويدفع باتجاه مواجهة وفرض عقوبات اقتصادية على تركيا هو الكونغرس ممثلا بحزبيه الجمهوري والديمقراطي والآن الكرة عمليا هي في ملعب نعم أنا أتفق بعض ضيف الكريم بقوله أن الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية ولكن الإدارة لديها الكثير من المؤثرات هناك مستشار الأمن القومي ليس راضيا أبدا عن أردوغان وكان هناك صدام بينهما انفعالي إلى حد كبير وأيضا هناك مؤسسة عسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية لن تغفر لتركيا قيامها بهذه الخطوة التي تعتبر شكلا من أشكال اختراق الأمن القومي لحلف النيتو بأكمله وليس أمريكا نعم سيد أندري ذهبت القراءات أيضا إلى القول بأن موسكو هي الرابح الأكبر تمكنت من إتمام صفقة بيع منظومة الصواريخ هذه أيضا عملت على الخلافات المتنامية بين واشنطن وأنقرة وأيضا استطاعت أن تخلخ الحلف النيتو من خلال هذه العلاقة التسلحية مع تركيا فما هي الأهداف السياسية من وراء هذه الصفقة كما تراها موسكو أنا لا أعتقد أن موسكو استغلت ما حصل ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يعني في البداية كان هذه الصفقة العسكرية البسيطة يعني تركيا تشتري منظومة 400 وتطفع ثامنا معينا لروسيا هذا أمر بسيط للغاية ولكن ما شهدناه خلال هذه الأجهر هو التسييص هذه الصفقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وليست روسيا استغلت بل أمريكا دفعت تركيا إلى أيدي روسيا دفعت تركيا إلى تعميق التعاون مع موسكو هذا أمر طبيعي طبعا نحن كالروس نحن مستعدين لتطوير هذا التعاون وهناك المشاعرية العديدة ومختلفة مع الجانب التركي وطبعا نحن نتماسك على نعم أسفل مقاطعتك حضرتك تصف الأمر بالبسيط ولكن سياسيا يعني من الصعب أن ننظر إليه بهذه البساطة منذ 67 سنة عندما دخلت تركيا لتكون ضمن حلف الناتو كانت للوقوف بوجه موسكو والسياسات الروسية في المنطقة فمن هنا نفترض الدلالات السياسية الكبيرة والعميقة لهذه الخطوة التي أقدمت عليها تركيا أنا يمكن أن أقول فقط بأن تركيا يمكن أن نعتبره كالحليف لواشنطن في طرح الفناتو ولكن كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع حليفها في هذا الحلف أمريكا تهدد تركيا بالأقوبات هي تهدد بالمعاقبة تركيا وفي المقابل روسيا تتعاون مع تركيا لا تدغط لا تهدد ولكن التعاون الروسي التركي مبنيا على مصالح المشتركة ويحترام تلك المصالح وأنا أعتقد أن من الطبيعي أن تركيا تختار موسكو في هذه الظروف طبعا كما ذكرت نحن جاهزين ومستعدين لتطوير هذا التعاون ليست فقط فيما يخص المجال العسكري بل كذلك في المجالات المختلفة الأخرى ولكن كما ذكرت المسؤول الرئيسي لتسييز هذا الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية ليست موسكو أعود لك دكتور سمير على مستوى ردود الأفعال هناك توجه ربما لإيقاف اليوم صفقة الـ F-35 والتي كانت تم الاتفاق عليها سابقا مع واشنطن هل قد تلجأ ربما تركيا إلى التحكيم الدولي كما تذهب بعض الافتراضات في حال قررت واشنطن إيقاف هذه الصفقة علما أن تركيا قد دفعت الأموال حتى الآن 1.4 مليار دولار مقابل هذه الصفقة يعني أولا عندما حسمت أنقرة موقفها باتجاه شراء هذه المنظومة من روسيا بعدما رفضت العواصم الغربية تزويدها بالباتريوت كانت حدما درسات الاحتمالات والسيناريو هنا ودخلت في مرحلة الحسابات والتوقعات كيف سترد واشنطن وكيف سترد العديد من العواصم الغربية الآن بعد وصول هذه المنظومة طبعا واشنطن سيكون لها ردة فعل لكن ردة الفعل هذه المرة برأيه ستختلف كليا عن ردود فعل كلاسيكية يعني عقوبات تجارية أو اقتصادية أو وقف تزويد تركيا ببعض القطع الحربية المسألة الآن ستكون مرتبطة بصيغة التحالفات بين أنقرة وبين الغرب بين أنقرة واشنطن وأنقرة والأطلس ربما لذلك مسألة إعادة التموضع التركي على مستوى الإقليمي ستناقش هل واشنطن جائزة فعلا لتحمل أعباء وارتدادات نقاش من هذا النوع أم لا لذلك أنا قلت لك يا الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية لأن المسؤولية بدرجة سية هي على الإدارة الأمريكية التي رفضت الإصغاء إلى أنقرة عندما كانت تحتاج هذه المنظومة الآن في نقطة أهم من كل ذلك نعم في تنصيق تركيا روسيا كما قلت لك يا القداد السياسية التركية قالت أن هذا التنصيق مرتبط بالمصالح لا يعني أنه في تحول حتى الآن في موقف تركيا الاستراتيجي لكن هل الغرب سيدفع تركيا أكثر فأكثر باتجاه روسيا نحو فتح حوار تنصيق وتعاون استراتيجي أم لا هذه هي النقطة الأساسية الآن التي سنستعد لها في الأيام المقبلة نعم ابقوا معي ضيوفي الكرام مشاهدين كانت بالفعل تركيا قد سعت لشراء منظومة باتريت الأمريكية في السابق في عهد الرئيس باراك أوباما والذي رفض عقد هذه الصفقة مع تركيا دعونا الآن نعقد هذه المقارنة البصرية بين منظومة طيس وريخ أس 400 الروسية وباتريت الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعود لك أستاذ بشار جرار طرح ضيفنا الدكتور صالحة نقطة هامة جدا يعني من دفع تركيا إلى فقد الثقة بالسياسة الغربية هي بعض المواقف التي يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال في وقت الانقلاب الفاشل لدى أنقرة قناعة بأنه كان هناك ربما دور أمريكي في هذا الانقلاب بالإضافة طبعا إلى الموقف الأمريكي حول الوجود التركي في شمال سوريا أضف إليها في مواقف سابقة رفض أمريكا بيع منظومة باتريوت لتركيا الآن ما الذي على واشنطن أن تفعله لكي تستعيد ثقة تركيا كحليف استراتيجي لها في المنطقة ولسيما أن روسيا بالفعل وكما هو واضح تقدم المزيد من التسهيلات المنظومة S-400 تملك قدرات عالية جدا روسيا طار التسهيلات بالدفع كبير جدا لتركيا على خلاف الموقف الأمريكي أعتقد أن أزمة الثقة بين أنقرة وواشنطن مترسخة ومتجذرة والمسألة ليست محكومة بهذه المواقف التي تفضلت وأشرت إليها المسألة في نظري بدأت منذ تسلم أردوغان للحكم في تركيا هو يملك مشروعا سياسيا واضح أنه غير متجانس ومتضارب إلى حد بعيد ليس فقط مع رؤية واشنطن ولكن أيضا مع عدة دول مهمة في خليم الشرق الأوسط وفي أوروبا هذا التضارب في الرؤى أدى إلى زعزعة هذه الثقة وأعتقد أن وإن كان هناك لوم كبير إلى من هو المتسبب بدفع تركيا لأن تتخذ مكانا متقاربا أكثر مع الخصم التاريخي وهو روسيا أعتقد أن المولان في هذا الشكل الأساسي هو أردوغان شخصيا والطريقة الوحيدة الآن للملمة الأمور هو إلى أي مدى سيستطيع رجالات الأمن ورجالات المؤسسة العسكرية في البلدين من لملة الأمور قبل اتساع الرطق لأن المسألة الآن أصبحت على محق هناك عقوبات يعني 12 نوع من العقوبات بانتظار اختيار الرئيس ترامب أيهما يفعل قبل الأخرى وهذه عقوبات تتراوح من العقوبات العسكرية إلى الاقتصادية في المطلق التي تشمل وقف أي نوع من الاستيراد من تركيا ولكن أستاذ بشار هذا الثمن لهذه السياسات وأيا كانت العقوبات التي قد تختارها الولايات المتحدة اليوم سيكون لها ثمن أقل هو خروج تركيا ربما اليوم من المحور الأمريكي والدخول في المحور الروسي وتغيير المعادلة في المنطقة هل ستتحمل الإدارة الأمريكية تبعات هذا القرار أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يجيب عليه أردوغان ودائرة المغلقة المصغرة التي تحاول أن تفهم الأمور من خلال موقع تركيا قدم في حلف وقدم أخرى في حلف آخر هذا لا يستقيم الولايات المتحدة تشتبك في عدة قضايا هي وروسيا مع تركيا من أهمها مثلا الملف السوري كيف سيجد نفسه أردوغان إن اقترب أكثر من الجانب الروسي هل يجد نفسه بتصالح مثلا مع نظام كان يسعى إلى إسقاطه القضية أكبر من أن يتم توفيق فيها في هذه العجالة البسيطة المسألة في رأيي أن تركيا اتخذت قرارا غير محسوب للعواقب وهو وضع نفسه في مسار تصادمي أنه كلما تحرك في هذه الأزمة إلى الأمام سيصطدم أكثر فأكثر ليس فقط مع الأمريكيين سيصطدم مع الروس وهذه ليست نبوءة من ضرب الخيال لا هذه حقيقة التماس في الموضوع السوري والموضوع الإيراني والموضوع الإسرائيلي دعني أحيل هذه النقطة تحديدا لسيد أندري يعني بالفعل هل مستعدة روسيا اليوم لكسب الحليف التركي لتغيير ربما سياساتها وتكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالملف السوري لصالح التقارب مع تركيا بحسب قراءتك سيد أندري أنا أعتقد أننا يجب أن نستمر هذا التعاون ما بين روسيا وتركيا ولكن كما ذكرت لا مجال هناك الدغوطات الروسية هنا على جانب التركي مثل الدغوطات التي تمارسها لولايات المتحدة الأمريكية وأود أن أشير إلى نقطة المهمة الخلافات فعلا موجودة ما بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب ولكن هناك كذلك التعامل الخلافات ما بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب ولكن هذا يعني بأن موسكو تريد كما ذكرت ضغط على تركيا تريد إجبار تركيا لتخالي عن موقفها أو الموقف الآخر وفي المقابل أمريكا كما ذكرت تهدد تركيا يعني تهدد بالعقوبات وإلى آخره ولا ننسى أن حاليا هناك عوامل الداخلية في تركيا بعد الصعوبات بعد الانتخابات المحلية في تركيا لإردوغان لا يمكن أن يتراجل لا يمكن أن يتنازل عن قرار حول S-400 في الدغوطات الأمريكية هو فعلا سيخسر كثير من شعبياته وطبعا تنازل أمام هذا القرار قد يصبح دربة قوية ضد مواقف إردوغان شخصيا فلذلك هنا هذا القرار أمريكا لا يمكن أن تدرك النقطة الوحيدة فقط لا يمكن لتعامل مع حلفائها باللغة الدغط باللغة العقوبات باللغة التهديدات ولكن هذا ليست العلاقات ما بين الحليف والحليف دكتور سالحا ذكرت بداية كلامك أن الكرة بملعب واشنطن أحالها سيد جرار إلى مرة أخرى إلى الملعب التركي بالفعل هناك سؤال يطرح نفسه كيف يمكن للتركيا أن تعتقد بأنها يمكن أن تضرب أسس العلاقات ومبادئ العلاقات الدولية بوجودها داخل حلف شمال الأطلسي وبالتالي تتعاون مع الخصم التاريخي لهذا الحلف وللدول المكونة له هل يمكن لتركيا بالفعل أن تتبع سياسة العمل على مصالحها ضاربة بعرض الحائط المبادئ السياسية؟ يعني طبعا أولا أنا لا أريد أن أواصل عملية تبادل الكرة مع ضيفك في واشنطن ليأقول أن الإدارة الأمريكية العواصم الغربية عام 2002 عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا هي التي كانت أول من رحها بوقف إلى جانب هذه الحكومة ودعمها في أكثر من ملف ثنائي إقليمي ودولي وهذا التعاون والتنصيق استمر لسنوات طويلة جدا لا أريد أن أدخل في التفاصيل عندما بدأت تركيا تعتمد استراتيجية إقليمية مستقلة عن الليات المتحدة الأمريكية وبعض العواصم الغربية تحديدا عندما بدأت أنقرة تصاعد ضد سياسة إسرائيل في المنطقة رأينا ردود فعل غربية خصوصا من واشنطن اعتراضات وذهب بمنحة مطاردة حكومة العدالة والتنمية أنا لا أدافع عنها ولا أبرر لها إطلاقا لكن في عنا مشكلة أساسية أنه الآن مثلا الليات المتحدة الأمريكية في موضوع طائرات أف خمسة وثلاثين أنقرة ستذهب إلى التحكيم وستبحث عن استرداد الأموال الذي دفعتها في المشروع هذه النقطة بسيطة جدا أمام نقطة حجم التباعد وما سيجري من سيناريات محتملة واجنونا تعرف تماما النقطة آخرة لنأطيل أن حجم التنصيق الاستراتيجي اليوم بين أنقرة وموسكو يتجاوز موضوع صواريخ أس أربمين هناك تنصيق بموضوع الطاقة في إنشاء المفاعلات النوبية السلمية الاستراتيجية موضوع بناء سياسات إقليمية هذه نقطة أساسية عليها أن تقلق بسببها الولايات المتحدة الأمريكية برأيه وهي كافية فيما يتعلق بالأف خمسة وثلاثين هل قد تتوقف تركيا دكتور صالحة أيضا عن تصنيع الإلكترونيات المتعلقة بهذه المنظومة يذكر أن تركيا تصنع حوالي 6% من الإلكترونيات الخاصة بهذه الطائرات تصنيع هذه القطع وتجهيز الطائرة هو في إطار شركة مبنية من قبل تسع دول لأن الولايات المتحدة الأمريكية نعم تصاعد الدول الأخرى هل ستقبل ما تقوله واشنطن؟ لم نعرف بعد الإجابة عنها ستضغط الولايات المتحدة الأمريكية على جميع كونها لاعب أساسي في كل هذه الملفات لكن كما قلت لك أنقرة جاهزة أيضا لسناريوهات بديلة في إطار التسعيد الأمريكي طبعا نعرف الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لك لاعب أساسي مهم قادرة على التأثير لكن أنقرة أيضا قادرة على تعطيل مصارح الكثير من الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وأظن أن الإدارة الأمريكية تعرف ذلك. نعم. مصاد بشار أيضا نستغرب موقف الولايات المتحدة من هذه الصفقة بين تركيا وموسكو. بينما لم تتخذ نفس الموقف من دول أخرى داخل حلف الناتو والتي تمتلك أسلحة روسية ومنظومة سواريخ S-300 كاليونان على سبيل المثال. حسن اكتيار المثال. لأن اليونان موضع ثقة الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية بينما تركيا لا. تركيا سلوكها الإقليمي. سلوكها في أوروبا. سلوكها في الشرق الأوسط. علاقاتها وإقترابها تارتها مع روسيا. تارتها مع الصين. مع فنزويلا. مع أي دولة تشاك سلولات المتحدة الأمريكية. مثير للقرق والريبة. والمشكلة وأرجع عود برأخرى. عندما دعمت حكومة أردوغان لأنه كان المشروع الإسلام السياسي في ذلك الوقت هو ومرحب به لحلف الأطلسي. والإدارة الأمريكية في ذلك الحين. الآن الدنيا تغيرت. كما يقال في المثل الأمريكي نيو شارف انتاون. هذه المسألة لا يفهمها يبدو السيد أردوغان بأن عليه أن يتعامل. ليس عندما تقول مثلا الذهاب للتحكيم. أي تحكيم دولي. هذه ليست مسألة قطع اقتصادية منفصلة عن المنظومة الأمنية العسكرية. حتى لو فرضنا تم تسليم هذه الطائرات. ممكن أن تنزع منها كل القدرات التي تمكنها من متحقيق هدفها الاستراتيجية. إذن المسألة في الأساس هي علاقة ثقة أو انعدامها بين واشنطن وحلف الأطلسي من جهة وتركيا من جهة أخرى. سؤالي الأخير لك سيد أندري. أيضا أسألك عن الموقف الإسرائيلي من هذه الصفقة. وكيف تنظر إسرائيل إليها لسيما أن تزويد تركيا بهذه المنظومة من الصواريخ يثير القلق في تل أبيب. لاستخبيرا إسرائيليا وليمكن أن أتحدث باسم إسرائيل ولكن أنا يمكن أن أقول أن روسيا دائما تدرس عندما نحن نلتاق أو نتلقى الدعوات لشراء بعض المنظومات أو بعض الأصلحة روسيا دائما تدرس تدعيات من بيع تلك الأصلحة تدعيات السياسية تدعيات العسكرية المحتملة فطبعا كلما روسيا تبيع الأصلحة هذا لا يؤدي إلى تغيرات جذرية في توازن على الصحة الإقليمية والعالمية هذه النقطة المهمة بالنسبة لروسيا بسبب أن نحن لا يمكن أن نلعب بالنار هنا فطبعا روسيا تدرس كل الخيارات فطبعا إذا قررت روسيا بأن بيع منظومة السربانية لتركيا هو أمر مصموح محتمل في روسيا تبيع تلك المنظومات وبغير نظر عن قلق دولة أو دولة أخرى حلفة وحلفة آخر شكرا لكم من موسكو الأستاذ أندري أونتيكوف الصحفي الروسي ومن واشنطن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ بشار جرار ومن إسطنبول الدكتور سامير صالح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول كل الشكر لكم مشاهدين على المتابعة تحياتي وتحيات فريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر